أيضا عندما تختلف استراتيجيات المتنافسين ومبادئهم وشخصياتهم مع سوق باختصار المنافس الأجنبي لما يدخل البلد مبادئة وشخصيتها واهتماماتها تختلف عن المحلي هذا مو هم يوظف أهل البلد ولهم موهم تنمية البلد هم يربح لما يكون فيه باب مفتوح لهؤلاء ستشتعل المنافسة وأخيرا العوائق خروج كثيرة لما الفرصة محدودة بمعنى أن السوق مو مفتوح السوق ضيق عندها تزداد المنافسة وأيضا عندما تكون عوائق الخروج كثيرة تكون المنافسة مشتدة شنو معنى هذا الجزء الأخير انفصله كالتالي خلنأخذ مثال على العوائق الكثيرة لما يكون عندك معدات كبيرة جدا وغالية جدا وأنت قررت أنه خلاص ما فيه فائدة ما فيه أرباح فمعداتك هذي شبه يسوي فيها؟ ما حد يشتريها التخلص منها رح يكون صعب رح تضطر تبيعها بعشر السعر تخليك تفرمل وايد قبل لا تطلع صح؟ هذا عائق تسميها الكوبورتر في عوائق تمنع بعض الناس يشوفون نفسهم خسرانين وما يطلعون من السوق ليش ما يطلع من السوق؟ أمام عوائق عنده هذا العائق ممكن يكون عنده عائق ثاني بينه وبين العمال عقود طويلة المدى خمس سنين وعشر سنين لو سكر الحين هذي ندفع لهم رواتب خمس سنين الشيء الآخر اللي ممكن يصير أن هناك ارتباط روحي هذه مشكلة كبيرة خاصة في العالم العربي هناك ارتباط روحي أو عاطفي بالعمل واحدة سوت منظمة منظمة فاشلة ما هي ماشية لا مصممة إلا تكمل ماي بيبي خلاص مع أنك كل شيء يقول بس شغل فاشل اتركيه لكن في ارتباط عاطفي شديد يصير مع العمل أحيانا فيمنع الناس من ترك هذا العمل وأخيرا قد يكون هناك قوانين تمنع تسريح العمال أو إغلاق المصنع وكذا وبالتالي تعيقك من الخروج إذن هذه هي القوة التنافسية الخمسة خمس قوة إذا تبيت تدخل بالسوق لازم تفهمها ولازم تحتاط منها لأن هذا اللي ممكن تكسرك هذا كله ضمن المفهوم الرئيسي الأول فهم القوة التنافسية العاق الثاني والثالث طبعا لاحظوا الفرق الهائل اللي سواه بورتر وين هالكلام وين اللي تشلاب والبقر؟ فرق كبير وعي غير عادي للسوق فأحدث ثورة الحقيقة في التفكير باستراتيجي ناخذ المفهوم الاستراتيجي الثاني أو المفهوم الرئيسي الثاني من مفاهيم بورتر مرة ثالية بورتر ثلاث مفاهيم المفهوم الأول فهم القوة التنافسية المفهوم الرئيسي الثاني استراتيجيات التنافسية الشاملة ثلاثة استراتيجيات تتميز بالنجاح والصمود أمام المنافسين ثلاثة فقط يقول درست السوق درست الوضع شفت ثلاثة استراتيجيات إيه هي اللي لو استعملتها تقدر تصمد لو ما استعملتها عليك العوض باختصار يقول ما في غيرها بورتا يقول غير هذه تفشل ما هي هذه الثلاثة استراتيجيات استراتيجية الأولى قيادة التكلفة استراتيجية الثانية التميز والاستراتيجية الثالثة التركيز هذه فقط غيرها ما فيه هي الاستراتيجيات اللي ممكن تخليك تصمد خلونا نستعرض هذه الاستراتيجيات الثلاثة مرة ثانية ما زلنا الآن في المفهوم الثاني استراتيجيات الشاملة ثلاثة استراتيجية الشاملة الأولى قيادة التكلفة الهدف من هذه الاستراتيجية اللي يشتغل فيها أن يخفض التكلفة الهدف أن قلل تكلفة الحبة الوحدة طيب أقل المنافسين فعالية اللي مو قادر يسيطر على تكاليفه اللي تكاليفه أغلى أعلى من غيره اللي رح يطلع عدل؟ باختصار إذا أنت من تفعال في السيطرة على تكاليفك أنت أكثر واحد رح يتعاني لأن أقل واحد رح يحقق أرباح حضرتك وبالتالي قدرتك على أن تطور منتجاتك ضعيف لأنه ما عندك فلوس وقدرتك على البحث والتطوير وإنتاج أشياء جديدة ضعيف لأنه ما فيه فلوس كل ما زادت هامش الربح كل ما زادت قوتك كل ما زادت إبداعاتك تصار عشان يزيد هامش الربح شنو لازم تسوي؟ خاصة في المنافسة الشديدة لما يكون السعر حامي قلل تكلفتك بتالي تربح الزيادة هذا هي فلسفتها عشان تقدر يسوي هذا من اللي يقدر يسوي استراتيجية تخفيض التكلفة؟ مو أنت ومو أي واحد بعضكم مو كل واحد يجب يسويها اللي يقدر يسويها هو اللي يمتلك حصة عالية في السوق اللي حصة ضعيفة في السوق خمسة بالمئة وثلاثة ما يقدر يسويها اللي يملك عشرين وثلاثين هو اللي يقدر يسوي هذه الاستراتيجية ليش؟ لأنه عندك كمية كبيرة والإنتاج الكبير يقدر يقلل فيه سعر الوحدة لما تسوي ببرنامج تدريبي يكلف فلوس هذه التكلفة وزعها على ألف حبة ووزعها على مليون حبة فهذا الفرق طيب أيضاً لازم يكون لك قاعدة عريضة من العملاء زباين اكتار كل ما زاد زباينك كل ما استطعت أن تستعمل التكلفة الأقل فهذه هي الاستراتيجية الشاملة الأولى استراتيجية الشاملة الثانية هي التمييز ما معنى التمييز؟ أن تكون المنتجات لها جودة عالية الآن مو السعر المهم المهم الجودة طبعاً فيادة التكلفة التمييز فأن تكون المنتج له جودة غير عادية وأن تكون عندك الشجاعة الكافية أن تتخلى عن بعض الحصة في السوق تقول أنا ما أبي السوق أبي النخبة لما تشتغل بهذه الطريقة راح تركز على ما تريد هذه الفئة وتعطيها ما تريد فأنت إذن قاعد تختار منتج ليس للبيع لعامة الناس وإنما للبيع للخاصة خدمة تقدمها فقط للجزء من السوق وليس لكل السوق استراتيجية الشاملة الثالثة هي التركيز بوكس التركيز باختصار يقول هناك نوعين من التركيز تركيز بالنسبة للسعر وتركيز بالنسبة للتفرد أو التمييز وباختصار يقول أنا راح أسعى وراء جزء من السوق في الحالة الأولى لما نزل التكلفة أي واحد يجيني بخدمه أنا أخدم الجميع وتكلفتي قليلة في الحالة الثانية لما أزيد الجودة لما أزيد الجودة طبعا راح أزيد معها السعر أنا راح أخدم في الغالب النخبة في التركيز ما هي قضية نخبة أو تكلفة وإنما قضية نوعية معينة من الزبائن أبي أخدم المدرسين أبي أخدم الرسامين إذن أنا قاعد أخذ جزء من السوق مقصود أريد أخدمه أنت هنا تتخلى عن باقي السوق تأخذ جزء جغرافي من السوق أو جزء من المشترين أو جزء من المنتجات أنت تركز على شيء معين في السوق ومن هنا جاء اسم التركيز فوكس شي يقول بورتر يقول أخطر شي تسويه أنك توقف بالنص لا أنت متميز في تكلفتك ولا متميز في منتجك ولا عندك تركيز متى تتحقق النتيجة الأفضل بورتر يقول تتحقق النتيجة الأفضل لما تستعمل واحد فقط من الثلاثة ما يصير تستعملها كلها أو تستعمل اثنين ما يصير عشان تنجح اختار واحدة من الثلاثة أما التكلفة أو التفرد أو التركيز واللي ما يسوي هذا راح يأكلها لأن ما عنده شيء ميزة لا سعر إذين ولا منتجزين بوحدة فقط هذا كلام بورتر يقول أي واحد يجرب يستعمل ثنتين مع بعض راح يضيع تمام وهو راح يجونك لأحد من السببين أما بسبب تكلفتك أو بسبب سعرك وذلك التركيز ألف تركيز تكلفة تركيز تفرد لكن ما المقصود بالتركيز هنا أنك أنت قاعد تخدم شريحة واحدة من السوق مو كل السوق هذه أو هذه ما هو التركيز قلت لك نوعين مرة ثانية هي الاستراتيجيات حقيقتها أربعة تكلفة قيادة تكلفة قيادة التفرد التركيز على التكلفة التركيز على التفرد شنو معنى التركيز أنك أنت تختار شريحة في السوق جزء من السوق تخدمه أنت ممكن تتفرد وسوقك مفتوح للجميع الصالحية فيها تفرد فيها تميز ما فيها تكلفة تكلفة ما يهتمون فيها السعر عالي يخدمون من؟ الكل أي واحد يجيهم بينما أكو محلات للرسامين متروح في الغرب في محلات للمدخنين صح؟ قاعد يخدم شريحة واحدة في السوق لما تبيع عدوات رسم ممكن تخدم كل الناس اللي بيرسمون أو ممكن ما تبيع إلا الريش والألوان الخاصة بالمحترفين هذا يبيع رسم وهذا يبيع رسم هذا استراتيجية عامة ما عندها تركيز هذا عندها تركيز طيب الآن مرة ثانية المفهوم الرئيسي الأول قلنا شنو؟ القوة التنافسية الخمسة المفهوم الرئيسي الثاني استراتيجيات الشاملة اللي هي ثلاث هذا المفاهيم بورتر الرئيسية المفهوم الرئيسي الثالث مفهوم جدا مهم اسمه التسلسل القيمي شي يقول؟ يقول الخطأ الكبير اللي ترتكبه كثير من الشركات والمنظمات أن تحاول تعالج كل المنظمة في جانب واحد يعني نبي نتميز في كل المنظمة نبي نقلل تكلفة في كل المنظمة أحيانا ما تقدر القيمة اللي تتصل إلى الزبون تعتمد على ماذا؟ في سلسلة خلنا نتخيل أنا بروح أشتري كمبيوتر هذه الشركة اللي الآن رحت أشتري منها كمبيوتر قبل ما أشتري منها كمبيوتر في شي صار أولا أهمة طلبوا كمبيوترات من أمريكا مثلا كمبيوترات انشحنت يات جراءات الجمالك بعدين ودوها المخازن بعدين أخذوا جزء منها وحطوها في المعرض بعدين بدوا يديرون هذا المعرض واجراءاته وطريقة تقسيمه وتوزيع العمل والموظفين ودوامهم بعدين سووا دعاية وإعلان سمعت أنا عنهم رحت لهم بعدين اشتريت منهم عشر كمبيوترات مثلا حق شاركتي فعندهم الآن بيوصلوا لي هذه الكمبيوترات فلازم يكون عندهم نظام تخزين للمنتج الجاهز ونظام للتوصيل إلى آخرة عدل؟ في سلسلة قاعدة تمر فيها السالفة زائد يبقون يركبون لي وشغلون لي وصلحون لي ويسوون خدمات التابعة في تسلسل إذا أنت تبي تنجح اسأل نفسك وين في هالسلسلة أقدر أتميز؟ لو قدرت تتميز في هذه السلسلة وقدرت تتميز فيها كلها خير وبركة بس لا تنظر للموضوع هو يقول لك ما في مشكلة لكن لا تنظر للموضوع خلنا نحسن شغلنا لا خلونا نحسن هذا الجزء من السلسلة وهذا الجزء نقوم نجزع لأجزاء والأجزاء نجزعها لأجزاء ونشغل على هذه الأجزاء نحاول نحسن قيمتها بحيث توصل للزبون بقيمة أفضل إذن هي المميزات الحقيقية للتكاليف والتميز يجب أن تتواجد في تسلسل النشاطات التي تقوم بها المؤسسة من أجل إعطاء قيمة لعملاءها في النهاية هذا هو الهدف أن نخلي قيمة التي توصل للعملاء أكبر وإلى أن نلتقي في دورات أخرى أجزاكم الله خير سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن تستغفرك وتبقوا إليك ترجمة نانسي قنقر